مع الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة الموسمية يصبح لزمن على غالبية الجزائريين ارتداء نظرات شمسية لوقاية العينين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وطبعاً وجب الحصول عليها من المكان الصحيح يقول المختصون نصحنا كافة المواطنين باش يعني يقتنوا هذه النظرات والاقتناء لازم يكون عند مختصين في هذا المجال عرفوا أن هناك يعني دي ماجازين دوبتيك يعني أقريب عن المينيسي دلسنتي يروحوا عند هذه المختصين هذه ويقدروا يعني يقتنوا هذه النظرات وهما يعني نصحوهم بأي نظرات اللي شريوها أمراض عديدة تفتك بالعيون في حالة تهون في استخدام نظرات الشمسية غير المعالجة فهي تزيد من خطورة الأشعة الشمسية على العيون بدل حمايتها أمراض كثيرة اللي ممكن تنجم من استعمال نظرات ذو أصل غير المثوق أولا عندنا لكاتاراكت المياه البيضاء اللي تقدر تحدث لشخص يكون عنده يونيكس بوزيسيون صولي كبيرة فالعدسة تالعين تبدأ في البياض تبدأ تبياض والمريض ما يفهمش ما يفهمش علىه ألا يقول أنني صغير كيفاش العدسة تابدت تبياض وهذا المرضي يبدأ عند الناس اللي يكونوا من ستين سنة لما فوق عندنا ثاني ضمور مبكر للشباكية عندنا ثاني نقص في شفافية القرانية هذا ثاني مشكلة لكثير من أطباء العيون يعني ما يلقاولوش حالي يقول أنه شاب صغير عنده نقص في شفافية القرانية استخدام النظرات الشمسية هو عند كثير من الناس مجرد بريستيج أو موضة لا تستلزم تطقيق من نوعيتها أو أثارها على سلامة البصر مع أن الخطر قد يصل إلى درجة تلف الحبيبتين ترجمة نانسي قنقر